اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجيسة الاسلامي الى تبوك واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة وخالفا علي بن ابي طالب على اهله واعطى لواءه الاعظم ابو بكر الصديق وفرق الرايات على رجال فاعطى الزبير راية المهاجرين واعطى سيد بن حضير راية الاوس والحباب بن منذر راية الخزرج وتحرك من المدينة يوم الخميس ومعه ثلاثون الف مقاتل يريد تبوك وكانت قلة شديدة في الظهر والزاد فكان ثمانية عشر رجلا يتعقبون بعيرا واحدا واكل الناس اوراق الشجر حتى تورم الشفاههم واضطروا الى ذبح البعير ليشربوا ما في كرشه من الماء وبينما الجيش في طريقه الى تبوك اذ لحقه علي بن ابي طالب سمع طعون المنافقين فلم يصبر حتى خرج فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وكان الناس قد نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فامرهم ان يرهيقوا ما استقوا من بئرها وان يعرفوا الابل العجين وامرهم ان يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة ولما مر بتلك الديار ديار ثمود قال لهم ايضا لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين اي يسيبكم ما اصابهم ثم قنع رأسه واصرع السير حتى جاز الوادي وفي الطريق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع التقديم والتأخير ولما نزل بتبوك لحقه ابو خيثمة وكان مؤمنا سادقا تخلف بغير عذر فلما دخل في بستانه وكان يوما شريدا الحر وجد زوجتيه قد رشتا كل واحد منهما عريشتها وهيأت طعاما وماء باردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وابو خيثمة في ذل بارد وماء مهيأ وامرأة حسناء ما هذا بالنصف والله لا أدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيأ لي زادا ففعلتا ثم ركب بغيره وأخذ صيفه ورمحه وخرج يسير حتى سادف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بتبوك أشرون يوما في تبوك نبي صلى الله عليه وسلم مكث أشرون يوما في تبوك أو نشوف العشرين يوم دي عدة كيف وعلمة الرنب نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك فخارت عزائمهم ولم يجرؤوا على القول فتفرقوا داخل بلادهم وعلمة الرنب بذقور رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك فخارت عزائمهم ولم يجرؤوا على اللقاء فتفرقوا في داخل بلادهم وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين يوما يرهب العدو ويستقبل الوفود وقد جاءه يحنى بن روب حاكم أيلة إيليا وصحبته أهل جرباء وأذحم وأهل ميناء فسالحوه على إيطاء الجزية ولم يسلموا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنى كتابا فيه الأمان له ولأهل إيليا وفيه الذم لسفنهم وسياراتهم في البحر والبر وفيه حرية التنقل والنزول وأن من أحدث حدثا فلا يحول ما له دون نفسه وكتب الأهل جرباء وأضرح كتابا أعطاهم فيه الأمانة وأن عليهم مئة دينار في كل ريب وسالحه أهل ميناء على ربع ثمارها أسير أكدر أسير أكدر دومة أسير أكدر دومة الجندل لميت وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكدر دومة الجندل الجندل في أربعمية وعشرين فارسا وقال له أنك ستجده يسيد البقر فسار خالد حتى إذا كان بمنظر الأين حسنه خرجت بقرة تحرك بقرونها باب القصر فخرج كيدر ليسيدها فطلقاه خالد في خيل وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وسالحه على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درح وأربعمائة رمح وأقر بإعطاء الجزية على قضية إيليا ومينا طيب النبي صلى الله عليه وسلم استعدا وجهزا وتهيئا ولديش كلو الصحابة رضوان الله عليهم اسمانو بن عفانو عمر بن الخطاب وابو بكر وكبارة الصحابة والعباس كلهم جهزوا لبهم ولألبهم كلهم وثلاثين ألف لنتهم تبوق تحركوا دي بلوكت لنبي صلى الله عليه وسلم دي المدينة المنورة لأستخلفة لحدقة محمد بن مسلم على وعلي بن نبي طالب أقولو دي بقيا دي بعدو لأستخلفة لأمانة لحدقة وللواءات وزعاء للواء الأعزم على أقول أبو بكر تصديق ورايات أقول بعدام هبا أقول الزبير رايتنا موجه مهاجرين وأقول أسيد بن الحدير رايتنا يلا أوس هبا الحباب بن المنزل أقول رايتنا الخزرج هبا ولديش تحرك يوم الخميس لمنطقات منطقات طبوك ولمدر حفون على ولا قلات كمان لدبالو اللي بتعنوا لما تعنوا إنسا حديثهم عالت حديث عالت ولمان أبرا حديث عالت ودي بيدي قمال أورو كاين دي بيعير كاين عصر سمان عصر سمان أناس توم لتقرابة علو وبس أفرا أسك ما لأوراق ولا صفق وراق أفاي أي اللو يعني ما يلاقبو ولقمال اللحر دولة ما يتكرش تغير إلسو تعالو سك لما الحالات باتحو دوان الله عليهم صحابة ولا ديش سك قبيو إندي قييس سك طبوك إندي قييس علي طالب عالريوم دي مقب وبيلا يوم والله لما لما نافقين لطعنا تبقول اللو ودنا يبو كام ون لطخلف الحمدلله عفوا تخلف اللي بيالو كأنا بما تخلف اللي بيالو النبي صلى الله عليه وسلم هي بياليو يترديني بمنزلة هاروم من سيدنا موسى قلت با إلا نقر نبي هل لدي واني بياليو وعلي كمس اللي باع قبالا ولا اللو كد اللا لسحابة رضوان الله عليهم كلهم أرض سمود قوم سيدنا سعرح اللو ديبالا سمود الحجر ببت منقر ببت كرو ولا العجين اللي على قولهم دقيق اللو وقل العجين وقل لطبا قول الليدو والنبي صلى الله سلم بياليو لما اللي راب عمال اللي يكم كعو ولا عجين بما الماء اللي بلو ديو مول لانساء بلو لانساء اللي عال لفو بياليوم وبغيد للاحدة منع لان اتلى وردات من نساء بياليوم ولا اتلى وردات من نساء و النبي صلى الله سلم لحد اللي كان بم كن صلى الله بحق يتو اللي كان صب الروح طم لزال المام لعلو نبي هم لزال مو يتو بياليوم ولل أتي و اندبك الأتي بياليوم ونبي صلى الله سلم رأس البس الهلاك ودماغ لقبأ دبائق القوم ثمود و النبي صلى الله سلم سلاة جمع على دي و كذلك صلى الله سلم صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله سلم بيان اول حق دي ابتبوك كمس الكرة ورم النص حبط عن ريو أبو خيثم البولو لأبو خيثم سام من صادق على وكلا سي النبي صلى الله عليه وسلم اقولوا عرا دي بتبوك انتم ادي النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوم دي بتبوك قصة عشرين يوم دي بتبوك هات قصة يا اه الروم خلاص اعمرو ان الرسول صلى الله عليه وسلم دي بتبوك كمسال كرة ودعفو وحزيمته منتهيت وفرهته اللي اطيوم وقل الجر اوك اقول او قلو واجهه يقدرو والنبي صلى الله عليه وسلم دي بتبوك ان اشرين يوم لعدونا يا رب العالمين رهبط وخوف اللي اطيبوه ولو من ارهب على ولا غاشة لما اقان كاي منو ما اطوا على وغاشة لوم كبهت النبي صلى الله عليه وسلم كاللو ارى يوحنا لبورة ما تعالى اللي حاكمنا ايلي على وكمان من جرباء لما اضرح لما اطوا لما اطوا كله من ميناء لاتما اقول لهم كله من النبي صلى الله عليه وسلم سابح يوم وجهزيت ناس امنو لا اسلاما اسلاما ولا اصلمنا اسلاما لكن النبي صلى الله عليه وسلم كاتبوه وقلهم كلهم ياسلموني وقل ليوحنا كاتبوه وقل الله امان هبايو قل لي احضر من نواد الان هبايو ودي بحر من قبل دي بر من قبل بكل ما اطفاقه مسلم. واحد قد بفنقيهم قل اللي جيزيته قل اللي تفعه لما قل اللي تفعه. وا دي بالاتفاق اتا مسلم ونقاشا وقلهم قلهم ما تكبته النبي صلى الله عليه وسلم. وا منهم قل اللي نا ايه اليا دي بمية دي ناب دي بكل رجب كاين ساعل حيو. وقل صرهم باربو على السمار لما انتقاد لاميناء. لو قلوا على السمار لنا يا كله الفقر باربو من عيو بساعل حيو. قلهم كلهم دي بسلح ودي قل اللي اتو. دي مسلا للنبي صلى الله عليه وسلم. بسلا دي باتفاق اه بقالي كلهم. كمسلا هو اللي اه 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 وراء اسر كدر اللي بقول علو دي بديو متن جدا ما انتقادوا من انتقاد بها الديبا. ودي بقول له يعني مال على قلو وبرضو من اه النبي صلى الله عليه وسلم لشارهم للا اه اه لاتقال علاتو. اه فخارد من الوليد الاكاديم والنبي صلى الله عليه وسلم. اربعمائة فرق. وعشرين فارس عشرين فارس اه على باكم. ولبلها اه اه حان دلتنا اي قلت ركبوتو. وخارد من الوليد فعلا جيسه وكان ده جيس اه كمسر قرباء. فعلا وقت فقرت وتو لو قات دلتنا اي. حان دلتنا اي كمسر ايو. طبط ايو. واندنس ايو. خارد من الوليد دي برسول الله صلى الله عليه وسلم مطعيو. والله يعني خراس. احنا اه سلوح ودي ويدفع ومي تقترو اللي بيالو ووديمو حاقنا. وخارد من الوليد اه 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 النبي صلى الله عليه وسلم قل الناس اللي اكلاله في غير وبو. وسمام اسرأس اه 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 اربعمائة المح. واجسيات قلها. اه اه ام اخلهم.... أه اه اه اقولو. اه اه كمسل ما نايسب. اه 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 يله ومن يهب سليهم ciب اللي اه اتفاقو اللي اه حدو وطنجند بغاولكم ان الاتفاقات وو اللي اموال وو اللي جزيات ابا اللهم كين النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حسمة والعشرين يوم دي با اللي تم أدي أسك المدينة المنورة مدور عقبالة تحلقات المتين قاد انقنحة أسك الهام بطيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة